انت دلوقتي تستلم مهمتك فيه ظروف انا كنت ريسة بقول في المقدمة النهاردة انا ما قدرش يقول ان الزمالك في ازمة ممكن تبقى النتائج متعسرة في الفترة الاخيرة ولكن ما نقدرش نقول ازمة ونكبر الموضوع بس هي ظروف صعبة نتائج متعسرة في الدولي النهاردة خروج من كأس مصر الظروف دي كانت ظروف مثالية بالنسبة لك انك تبقى موجود دلوقتي في الجهاز الفاني انا دايما بحب التحدي اه انا جيت فريق 2003 كمان كان في ظروف مش كويسة صحية والشغل هنا بيبان اكتر لما بيكون في وقت ان انت مش كويس فيه النهاردة لما بتيجي في وقت كويس ايه الجديد انت ممكن تقدمه صحية الافضل انت تيجي في وقت مش كويس لانه هو دايما التغيير بيحصل في الوقت اللي مش كويس صحية ما هو لو الدنيا مش كويس وتمام مش هتلاقي في تغيير كتير مزلوط فلما بيقى فيه شوية خلل بيحصل في النتائج وكلام ده كله المدير الفني دايما بيقى مسؤول عن النتائج وكلام ده كله وعن ادارة كل حاجة حواليه فبيبقى فيه دايما لازم تريجر جديد ولازم روح جديدة تدخل ودم جديد يدخل للفرق سوى على مستوى العيبة وسوى مستوى الجهاز الفني وكلام ده كله فانا مبسوط من التحدي دوت وعارف ان احنا عندي لسه وقت ان احنا نشتغل وعندنا نشوف اتمنى طبعا ان انا يكون سند للجهاز الموجود كابتن اسماعيل يوسف طبعا موجود كمان من فترة قليلة جدا مع الجهاز دوت ولسه قاعد بيشوف الدنيا مش ازاي امير مرتضى طبعا موجود وبيحاول نوع دايما يجيب افضل الصفاقات للنادي المستشار موفر كل حاجة للعيبة ومعندناش ما فيش ازمة في ناج الزمالك النتائج بس هي اللي شوية من ساعة مباراة اسوان يعني احنا نهينا للسنة في الغاية يناير الغاية ديسمبر متصدرين صحيح فرقت معاك ماتشين تلاتة وده اللي بيحصل دلوقتي وارد ان انت ماتش واحد يخليك الخامس السادس وماتش واحد يطلعك التاني لان الفروقات قليلة جدا فاحنا مباراة اسوان من ساعة مباراة اسوان داخلية تحاد والنهارده اربع مباراة وارا بعد مش ده المستوى بتعناية الزمالك اللي احنا عالفينها